تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الخليجي للإبداع 2016 الذي يقام تحت شعار نبتكر مستقبلنا وقد شهد سمو حفل افتتاح المؤتمر بحضور سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة النائب غازي فيصل الرحمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وسعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظة العاصمة وسعادة الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا من دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ونخبة من رواد الأعمال والأكاديميين وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين دائما سبقة في احتضان المؤتمرات العلمية والابتكارية التي تسهم في تطوير قدرات وامكانيات الشباب البحريني في الابتكار العلمي وضف سموه أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله دفع للمضي قدما نحو الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا واعتبره أحد المجالات المهمة التي تساهم في تطوير الطاقات الشبابية المبتكرة بما ينعكس على خلق جيل جديد من المبتكرين وتوظيفه بما يخدم العملية التنموية الشاملة بالمملكة وأشار اسم الشيخ خالد بن حمد إلى أن الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد بلورات توجيهات الملكية السامية في المشروع الإصلاحي في هذا الجانب من خلال برامجها وخططها الرامية لصقل الشباب الموهوبين والمبتكرين والاستفادة من إمكانياتهم وتوظيفها لرفع معدلات الانتاج في عمل الحكومة بما يخدم تحقيق رؤية البحرين 2030 وأوضح سموه أن الجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيري وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية كان لها تأثير الكبير في منح الشباب الفرصة لإطلاق قدراتهم وممارسة مواهبهم من خلال البرامج التي أطلقها سموه الهادف لتطوير وارتقاء الفكر والابداع والابتكار الشبابي في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية وقد شهد سموه بالجهود التي تبدلها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عبدالله النجار وكذلك بجهود جمعية ابتكار البحرين برئاسة السيد أسامة الخاجة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الهادفة لدعم المبتكرين في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي التي تسهم في استمرار عملية البناء والتطوير بما يخدم تطلعات دول المنطقة مقدرا سموها الجهود التي بدلها القائمون على تنظيم المؤتمر التي سهمت في إبرازه ونجاحه وقد بدأ حفل الافتتاح بكلمة السيد أسامة الخاجة رئيس جمعية ابتكار البحرين رحب من خلالها بالمشاركين والمتحدثين كما أعرب عن شكره وتقديره لسم الشيخ خالد بن حمد على دعمه واهتمامه بعدها ألقى الدكتور عبدالله النجار الكلمة الرئيسية للمؤتمر أكد من خلالها على أهمية مثل هذه المؤتمرات على الساحة الخليجية لتبادل الخبرات والتنمية وتطوير المجال الابتكاري في جميع المجالات واضحا أن التكريم للمتحدثين والمبتكرين يعتبر من المبادرات الجميلة الابتكار والإبداع كلمات تحمل الكثير من المعنى وبداية الطريق والحجر الأساسي للتميز والنجاح وربما هي أهم درجات يتخذها الشخص في سلم التفوق والتميز فليس هناك ما يصف الروح العالية التي تمتع بها المشاركين في المؤتمر الخليجي للابداع الذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المبتكرين واستحداث أفكار جديدة هو لا شك أنت ما ممكن تتقدم إلى أن تكون في صفة الدول المتقدمة التي تملك المعرفة التي تسيطر على مقدراتها ومقوماتها إلا من خلال أن يكون عندك جيل من الشباب المبتكر المبدع الذي يعرف كيف يوظف الواقع وينتقل إلى المستقبل نحن بالحقيقة لنلمسه بالبحرين أنه ما شاء الله أنت القدرات كلها موجودة الإمكانات كلها موجودة القيادة واعية ورشيدة ما في شك أن المؤسسات البحرينية متمكنة ما عليها يعني أغبار النقطة هي أن نحتاج مثل هذه المؤتمرات حتى نعمل تحريك للأرض أنا سعيد جدا اليوم لما سبعة الخطابات تقدير المجهود اللي قابل بي الأخوان تقدير المجهود اللي قابل أصعاب السبو الشيخ خالد محمد ورعاية المفعالية هذه هذا شيء يشرف وعن سعيد جدا أيضا نغرف التجارة لهذا دور متواضع في دعم هذه الانشطة الشباب يحتاجوا للدعم ويحتاجوا للدفع وإن شاء الله بخلال هذه المؤسسات تقدموا إلى أكثر وأكثر وحرص المؤتمر من خلال الجلسات النقاشية بالتركيز على كيفية اكتشاف الطاقات المبتكرة في العمل وتعرف على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في شتى المجالات وتعزيز هذه المهارات وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة بالإضافة إلى كيفية توظيفها بالشكل السليم لتخدم المجتمع وتساعد على تطوير العملية الإبداعية في المجتمع إبداع والابتكار دائماً نحن هاي الشيء جديد نحب ننميه في المجتمع البحريني خصوصاً أنه راح يطلع لنجيل واعد من الشباب والشعب البحريني أنه يكون عنده ابتكار خاصة في شتى المواضيع العملية والعلمية والابتكارية الابتكار الآن أصبح هو اللي يفرق بين الغادة والتابعين وهو كذلك المؤتمر يترجم توصيات الاستراتيجية الوطنية الابتكار لوضعتها الجمعية مؤخراً مع مجلس تنمية اقتصادية وغرفة تجارة صناعة البحرين لتأسيس منصات للحوار والتواصل وتبادل الخبرات أهداف كثيرة يتطلع لتحقيقها المؤتمر ولكن يبقى الهدف الرئيسي هو النهوض بمملكة البحرين في جميع القطاعات كيف لا وخلف هذه الأهداف يقف حامل لواء الشباب اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة فرهانه على الطاقات الشبابية وتوفير الدعم والبيئة المناسبة جعل المواهب البحرينية هي الكاسبة الحقيقة أنا أعتقد وجود هذه المؤتمرات أصبح ضرورة لأن التوجه الرئيسي لقادة دول مجلس التعاون هو محاولة تطوير البيئة بالاستثمار بالعنصر البشري رأس المال البشري في الخليج والحقيقة لدينا شباب من تجاربنا في الابتكارات وبراءات الاختراع التي سجلت في كل دول مجلس التعاون دون استثناء الحقيقة لدينا تجارب غير طبيعية ورائعة تحتاج العناية ودعم طبعا هذه المؤتمرات شيء مهم نحن نشوفها بشكل عام في دول الخليج ونحن لا نركز على مثلا مثال واحد نجيب أمثلة من دول الخليج مختلفة مثلا حول أننا استمعنا اليوم إلى مثال من السعودية مثال من الإمارات ومثال من دولة قطر عشان الكل ممكن يستفيد من البرامج المتاحة في هذه الدول ويطبقها في دولنا باعتزاز وابتكار افتتحت فعاليات المؤتمر الخليجي للإبداع 2016 ومع افتتاحه يبدأ مشوار العملية التطويرية الإبداعية في القطاعات الخليجية حزم الشيخ لمركز الأخبار تلفزيون البحرين